الحمد لله نحمله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور وزنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله على مضي الله ومن يغلل فلا مالي لأم وأشهد الله من الله ومن الله ورحمه لا شكرا وأشهد أنني محمد العفو ورسله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيما جثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الحق تقاتل ولا تغوتنا إلا وأنتم مسلمون يا ألوانناس اتقوا ربكم الذي خلقهم من نفس واحية وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والرحمة إن الله كان عظم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سرييا يصلح لكم أعمالكم ويوفر الله ومن يجعلنا ورسوله فقر ما زفوتا عظيما أما بعد قد تقول الله إلا الله وتزولوا فإن خير الزاب الدقر عباد الله إن كثيرا من المتزوجين يعاني من المشاكل الزوجية سرعان ما تمضيه إلا أيام إلا تتاقرها أيام أمرا مليئة بالمشاكل حتى إلا زوجها يتساءل ويكاري أن يندم على ذلك النقاح والزواج وكذلك الزوجة سرعان ما تندم وتقول ليتني لم أقل معها فنزار الناس ما هذه الأسباب التي وديها هذا المشاكل بكثير من المشترات وبسعوب كثير من المتزوجين السبب الأعظم والسبب الأكبر لذلك يعور إلى معصية الله سبحانه وتعالى لأن أي عمل يقول مردوه على معصية الله يقول من زوء البرجة إلا أن يتداركه الله سبحانه وتعالى بالنطبه وقبله ومحمده العظيمة فالذي يبني زماله ولله على الرجل المريم ويضرب العمل المشروع الذي هو الانسخار وطلب الخير من الله سبحانه وتعالى العمل الذي علم نبيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدهم بالأمر فليستقر الله سبحانه وتعالى فليركى ركعتهم من غير فغيرة فيانا وذاليا العمل المشروع ويفجع من الذين يفجعون علم الغير فيستشيرهم ويسعدهم مع الغير أن هذا الأمر خير مشروع فالزرار الذي يبنيه على الرجل الغير فإنه يكون منزوع المرأة لأنه بني على شرك من الشريات وعلى عمل خطير من الظروع العظيم وهذا يتعرض على المرأة قبل العبد فيحامل أن يكون بينهم أعلاقاً أكيداً وطيلة قد أرم عليها وجد أرم عليها ويتخذها كأنها زوجاً له وهي تتخذه كأنه صار لها زوجاً فهذا المعصير العظيم وقعصيناً كبيراً إلى الله سبحانه وتعالى فإذا أبني الذكاء والذالي فإنه ينظر مبنياً على ما أعصى بالله سبحانه وتعالى فآخر يعصي الله سبحانه وتعالى به لا للذكاء فيتخذ الموسيقى والأغارية المحرمة فيؤذي إبال الله في مساجدهم والناس في الصلاة فإذا هو بالمسيقى والأغاري يعصي الله سبحانه وتعالى ولا ينهي المسلم في مساجدهم ما يقال وما يقرأ وينشده صدوره من أغير كلام الله عز وجل فإن كاح يكون مبني عن ذلك فليمتد صاحبه سوءاً عاقماً لأنه أصل الله سبحانه وتعالى في البداية فآخرون يجعلون اتكاة المصير يصول الرجل صنفورته وكذلك المرأة فيخرجون تلك الصور على المنابس ينبسها بعد الصفاها يدجونون بها ويلا راها وعندها إعلاناً لمعصر الله سبحانه وتعالى فكيف يقول من الذهاب ان ذكاه البركة فمن لم يشهد ذكاه البركة فليسأل النفس وليفكر من بداية ذلك الأمر إلا الله لا يقال ضرراً بالسماوات ولا بها أقول قول هذا وأستغفر الله لعظيم لي وله وللساهر المسلمين أستغفروا إنه هو الغبور الرحيم الحمد لله أستغفروا إنه هو الغبور الرحيم 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر